صناعة والسروج هي صناعة تقليدية يتفنن فيها عمي مختار من مدينة السوقر فهي حكاية يرويها من محل قامته عن سيرته المهنية التي دامت أكثر من أربعين سنة قصة ونامل أبدعت في صنع حرفة متوارثة أبا عن جد فهذه وارثة أبا عن جد ومارستها من سنة 72 إلى يومين هذا وزيت ألمت فيها أجيال يعني ما خلتها العرفة هي محتقرة كما على مستوى المال المحلي والعرفة يعني حبيتها من الصغر وشاركت بها أدة مأرض سواء خارج الوطن أو داخل الوطن تدوم صناعة السروج حوالي ستة أشهر فما فوق ليست بالسهل الممتنع كونها تمثل الجهاز الذي يرتديها الحصان فهي تحتوي على عدة لوازم من طرحة التي يقوم بغرزها بخيوط ذهبية تجذب إليه العيون وعظم واللجام إلى غير ذلك التي تزد من جمال الخيل كنا هذا جنب تأسرج مطروس الآلي كما نقوله هنا الآلي استدل الآلي يدار فيها فريضاء نخدمها ثاني يداوي هم بعد نجلو أمل تلسيق الخارطون هم بعد نخدمها هذه الزخرافة التي رأيها هنا أمامكم هذه أشغال يداوية هذه الحرفة التي يتكئ عليها عم مختار لكسبقوت يومه يأمل أن تبقى ليتعلب منها الصغار والكبار ترجمة نانسي قنقر